في إحدى القرى الفلسطينية التابعة لمدينة نابلس وفي فترة الأربعينيات من القرن الماضي تبدأ قصتنا لهذا اليوم في تلك الفترة كانت العائلات الممتدة من الأعمام والأجداد يعيشون في بيت واحد كبير وكان لكل عائلة غرفة واحدة ويتوسط تلك الغرف ساحة كبيرة تدعى الحوش وكانت عائلة أبو لطفي كمثل العائلات الأخرى تعيش في إحدى تلك البيوت الريفية الكبيرة إلا أن الأمر كان مختلفا بعض الشيء فأبو لطفي متزوج من امرأتين تعيشان في المنزل ذاته وقد أنجبت الزوجة الأولى أمينة ابنة وحيدة تدعى فاطمة أما الزوجة الثانية رحاب فقد أنجبت لطفي ووحيد ووداد وكانت فاطمة على قدر كبير من الجمال لم تحظى به اختها غير الشقيقة وكان ذلك الأمر كافيا ليشعل نار الغيرة في قلب رحاب زوجة أبيها وكما جرت العادة فقد استاثرت الزوجة الثانية بالاهتمام والرعاية لها ولأبنائها فقد كانت الخدمة والمهام الصعبة تعهد إلى فاطمة ابنة أمينة ولم يكن لأمينة حق الرفض أو الاعتراض أمام زوجها أبو لطفي الذي كان حازما وعصبي المزاج خاصة معها ومع ابنتها كانت رحاب تكره أمينة وتكره ابنتها فاطمة وبلغ بها الكره حدا لدرجة أنها كانت تفتري كذبا عليها أمام زوجها الذي كان يوسع زوجته الأولى ضربا وإهانة كي يرضيها وصار جمال فاطمة يؤجج نار الغيرة في قلب رحاب وخاصة بعد أن بدأ الخطاب يصطفون للزواج منها متجاهلين ابنتها وداد وكالعادة عندما يسيطر الشيطان على عقل ابن آدم فمن البديهي أن يسلك الإنسان مسلكة فلجأت للسحر والشعوذة وأثناء خروجها من بيت الساحر وجدت امرأة تقف في البيت المجاور لبيت الدجال وراحت المرأة تنهيها عما تفعل وتحذرها من عقاب الله تعالى إن سلكت مسلك المشعوذين والدجالين إلا أن رحاب تجاهلت كلامها وتابعت طريقها عائدة إلى البيت لتنفيذ خطتها الشيطانية وفي أحد الأيام وأثناء إحدى الأعراس المقامة في القرية لفت انتباه النساء جمال فاطمة الذي فاق الوصف وما هي إلا لحظات حتى وقعت فاطمة على الأرض وراحت تصرخ بشكل مخيف كانت صرخات فاطمة غريبة بثت الرعب لكل من سمعها وتم إعادتها إلى المنزل وما إن بدأت أمها تتلو على رأسها القرآن حتى بدأت بالصراخ من جديد أما رحاب فكانت في غاية السعادة وهي ترى فاطمة على هذه الحالة وتغيرت حياة فاطمة وبدت ساهمة طوال الوقت حتى إنها حاولت الخروج من البيت ليلا فأقسم والدها إذا ما عتبت باب البيت سيقوم بقتلها خوفا من العار والفضيحة وبالفعل تم حبس فاطمة في غرفة بعيدة حتى لا يصل صراخها إلى أهل المنزل أما أمينة فقد كانت تبكي على حالة ابنتها على عكس زوجها الذي راح يتمنى موتها ليرتاح من همها فاقترحت رحاب على زوجها أن يزوج فاطمة لجارهم العجوز فقد ماتت زوجته منذ مدة بسيطة وهو بحاجة إلى زوجة ترعاه خاصة أنه منعزل في بيته لا يعلم شيئا عن حالة فاطمة راح أبو لطفي يفكر بكلام رحاب خاصة أن فاطمة أصبحت عبءا ثقيلا عليه ولكن ماذا لو اكتشف أمرها وأنها تصاب بالصرع وتصرخ بلا أدنى سبب فأخبر رحاب أنه سيفكر بالأمر فهو يخشى أن تعود إليه مطلقة إذا ما اكتشف العجوز الأمر وانتشر خبر فاطمة في كل أرجاء القرية الشابة الجميلة التي أصبحت مجنونة تصرخ بلا سبب وتخرج ليلا لولا أن تم حبسها حتى وصل الخبر إلى أحد الشباب الذي فهم أن فاطمة ممسوسة فقرر التقدم لخطبتها وكان شابا متعلما أكمل الإعدادية ويعمل أستاذا في إحدى مدارس القرية وكان هذا الشاب يدعى نضال وبالفعل توجه نضال إلى والد فاطمة أبو لطفي وأخبره برغبته بالزواج من ابنته فاطمة متذرعا أن والدته رأتها في إحدى أعراس القرية ملأت البهجة قلب أبو لطفي أخيرا سينزاح عن قلبه الهم الثقيل الذي كاد يقتله الآن سوف يتخلص من فاطمة وأخبره نضال أنه مستعد لكافة النفقات اللازمة وأنه سينتظر رده على جثة قالت رحاب عندما أخبرها أبو لطفي برغبة أستاذ القرية بالزواج من فاطمة فقال أبو لطفي لماذا لقد لاحت لنا فرصة ذهبية فالشاب مهذب وخلوق ولن يطلقها حتى لو علم بأمرها لكن رحاب قالت لا فليتزوج وداد أما فاطمة فالأنسب لها ذلك العجوز هل تظن أن عائلة نضال سوف تقبل أن تخدعهم بابنتك المجنونة إن قبل هو فأمه لن تقبل ثم تابعت رحاب أخبر نضال عن مشكلة فاطمة وأخبره عن وداد هل جننتي؟ قال أبو لطفي هل تريدين أن أعرض ابنتي عليه للزواج؟ فقالت رحاب يا أبو لطفي يقول المثل أخطب لابنتك قبل أن تخطب لابنك ما الضير في ذلك؟ وترك لي مهمة العجوز سأخبر إحدى النساء أن تقترح عليه الزواج من فاطمة واقتنع أبو لطفي من كلام زوجته رحاب وقرر أن يخبر نضال بحالة فاطمة وبالفعل أخبر أبو لطفي نضال عن حالة فاطمة وأنه لن يستطيع أن يخدعه لكن نضال أخبره أنه يعلم كل شيء بالفعل وهو سوف يعالجها وافق أبو لطفي على الفور وحدد مع نضال موعد الخطبة على أن يكون الزواج بعد شهر أما رحاب فقد جن جنونها وأقسمت أن لا يتم هذا الأمر أو تهلك دونه فأقسم أبو لطفي عليها إن تحدثت بموضوع فاطمة مرة ثانية ستكون طالقا بالثلاثة بدأت رحاب تفكر في طريقة للتخلص من فاطمة أما أمينة فقد علمت أن رحاب ستفعل المستحيل لإفساد الأمر وخاصة أنها بدأت تشك أنها وراء حالة ابنتها فقررت أن تضع حدا لها أخبرت أمينة زوجها أبو لطفي أن رحاب تسعى لتعطيل زواج فاطمة وأنها وراء تدهو رحالتها لكن أبو لطفي اتهمها بأن كلامها هذا منبعه الغيرة فرحاب ترى فاطمة كابنتها ومن المستحيل أن تلحق الأذى بها عقدت رحاب نيتها بالتخلص من فاطمة فانتظرت حتى نام جميع أهل البيت وقامت بفتح الغرفة فهي تعلم أنها ستخرج إن كان باب الغرفة مفتوح وذهبت هي للنوم وكأن شيئا لم يكن مي استيقظت رحاب من النوم وهي تشعر بسعادة بالغة لابد أن فاطمة غادرت غرفتها ولم تعد ولكن كانت صدمتها بالغة عندما وجدت باب الغرفة مغلقة وإن فاطمة لا تزال نائمة عقدت الصدمة لسانها أما أمينة فقد كانت تعلم بنوايا رحاب وهي من أغلقت باب الغرفة على ابنتها بعد أن راقبت رحاب وهي تفتح الباب أما نضال فطلب من والدته زيارة فاطمة للإطمئنان عنها ومحاولة علاجها بالقرآن وبالفعل ذهبت والدته إلى هناك ورحبت بها أمينة أشد ترحيب ومن بعيد رأت أم نضال رحاب فتذكرت أنها رأتها عندما خرجت من أحد بيوت المشعوذين وقد نصحتها أن تترك أمور الدجل والشعوذة فأخبرت أمينة بذلك فقالت نعم لقد كنت متأكدة أن رحاب لها يد بما حدث لابنتي وطلبت من أم نضال أن تشهد أمام أبو لطفي بما فعلته رحاب وبالفعل ذهبت أم نضال ونضال إلى أبي لطفي وأخبروه بأمر رحاب وكيف زارت أحد الدجالين وما أن سمع أبو لطفي الأمر حتى جن جنونه وأقسم أن يقتل رحاب دخل أبو لطفي البيت وهو يستشيط غضبا فراح ينادي على رحاب التي جاءت وهي خائفة ثم سألها هل حقا قمت بزيارة أحد المشعوذين لكي تسحر فاطمة فأنكرت وراحت تستعطفه بدموعها لكنه أقسم إن لم تغادر إلى بيت أهلها سيقوم بقتلها ثم طلقها وعدت رحاب إلى بيت أهلها بعد أن تطلقت وتمت خطبة فاطمة ونضال بعد أن عالجها هو وأمه بالقرآن حتى شفيت تماما ترجمة نانسي قنقر